اشتركوا في القناة ساقت سبل الارتزاق في وجهه فلم يجد حرفة يكتسب منها قوته غير الكنس في حي هولبورن بلندن كان يخرج من منزله مبكرا وقد حمل على كتفه مكنسة ومكتلا ومرا يزيل به ثلوج والأوحال المتراكمة على سطح الأرض كان لا ينفك يعمل صيفا وشتاء لا يثنيه عن ذلك شدة القر ولا انهمار المطر ولا تساقط السقيا حياة مرة قاسية تلك التي كان يحياها جو فهو على الدوام رضيء البزة قذر الملابس خاوي البطن يسمع مرة الشتائم من الناس جميعا على السواء انقدم له بعض الأغنياء شيئا من فضلات موائدهم التهمه في شراهة ونهم شاكرا لهم فضلهم وإحسانهم من غير أن يعرف أن ذلك أقل ما يجب عليهم نحوه لقد ألفت نفسه الضاعة واعتادت عدم الاكتراث لما يناله من ذل وتحقير نشأ فقيرا معظما لا يعرف له أبا ولا أما هو ابن السبيل نشأ فيه وتربى بين شوارعه وحاراته وجد الناس ينادونه باسم جو وهو لا يعرف اسم ذلك الوالد الذي أرسله ليشقى في هذه الحياة ولا اسم الأسرة التي ينتمي إليها لم يذهب إلى المدرسة ولم يتعلم القراءة والكتابة ولم يستطع تهجية اسمه ولكنه كان يعرف شيئا واحدا هو الصدق فضيلة والكذب رضيلة ولذا كان يقول الحق دائما ويتمسك بالحق ولا يعرف إلا الحق وكان مع هذا يعرف شيئا آخر هو الجوع فقد جاع كثيرا وقاس آلام الجوع وعرف معنى الجوع وأعراضه ودواءه كان جو يسكن في حي توم أول أولنز وهي ناحية قذرة تتراكم فيها الفضلات التي تنبعث منها الروائح الكريهة وشوارعها ضيقة متعرجة يكثر فيها الطين والوحل منازلها قديمة متداعية لا منفذ فيها لضياء ولا مسرى لهواء قد يبلغ عدد سكان الحجرة الواحدة عشرة ينمون جنبا إلى جنب بأجر تافه يدفعونه آخر كل أسبوع وكان لا يسكن في ذلك الحي إلا أفقر الطبقات من فقراء لندن تغطي أجسامهم أسمال تصف الشقاء ملابسهم لا تقيهم نافح البرد ولا وابل المطر لم يكن جو مجهولا لدى سكان ذلك الحي فما من رجل أو سيدة أو طفل يستطيع أن يقول إن جو لم يقدم لي خدمة أو إنه لم يقم لي بعمل من الأعمال وقد اعتاد أهل ذلك الحي أن يلقب كل ساكن فيه بلقب ينادى به ولا يمت إلى اسمه بصلة فإذا سألت عن جو مثلا قيل لك أتقصد كاروتز؟ أم الكولونيل؟ أم الجالوز؟ أما في إحدى الليالي القارسة البرد وقف جو في الشارع تحت أحد المصابيح وقد اتكأ على المر ووضع المكتل تحت قدميه ليقيه البرد وأسند المكنسة إلى الجدار وأخذ يفكر في من يقصده من سكان الحي مستجديا وبينه وكذلك إذ رأى شخصا يدن منه ويتفرس في وجهه ثم يقول له ما لأراك زائغ البصر؟ فيما تفكر؟ إخال أنك محموم أو جائع؟ مضت عليك أيام بل أسابيع لم تتناول ما تمسك به رمقك دونك تلك القطعة الفضية أسرع إلى أقرب مطعم ولكن قبل أن تنطلق أعرفني من أنت هل لك صديق في هذه الحياة؟ فقال وقد فغرفاه داهشا إنني جو ليس لي صديق أيمكن أن يجد فقير معدم مثلي صديقة؟ ألا تتخذ مني صديقا؟ إنني مثلك وحيد لا صديق لي تصافح الرجلان ومضى هذا ليشبع جوعته وانطلق ذاك إلى كوخه الذي يعيش فيه مزهوا مسرورا إنه قد وجد الصديق لم يكن هذا الرجل أحسن حالا من جوه فقد كان ممزق الثياب أشعث أغبر يعيش مما يكسبه من صنع بعض اللعب الساذجة التي يبيعها لأبناء الفقراء بأتفه الأثمان وقد يمر عليه اليوم إثر اليوم وهو يعرض سلعته على الأطفال ولا يجد بينهم من يحمل في جيبه درهما يشتري به إحدى اللعب كان يلتقيان كل يوم فيتحدثان طويلا ويقص كل منهما على صاحبه ما لقاه في يومه حتى إذا ما حان وقت النوم انصرف بعد أن يدس ذلك الرجل في يد جو قطعة أو قطعتين من البرونز إذ كان معه نقود وإلا اعتذر له عن عدمه بقول إننا اليوم في الفقر سواء يا جو ثم يمضي وهو دامع العين لقد شاءت الأقدار أن تفرق بين الصديقين الذين تعرف على غير موعد فقد ضم أحدهم القبر من غير أن يسير إلى جواره غير صديقي وبقي جو ليندب حظه العاثر وليبكي بدمعه المنهمر ذلك الصديق المحسن كان جو يعمل قبيل الغروب فجاءه شرطي وأمره بأن يتبعه إلى دار الشرط ولما مثل بين يدي الموظف المختص سأله عما يعرف عن الميت فقص عليه ودموعه تنهمر غزيرة من مآقيه كل ما عرفه عنه من نبل وشهامة وفضل وذكر له كل ما سمعه منه خاصا بأهله ونشأته ولما انصرف من تلك الدار ولما انصرف من تلك الدار وجد في جيبه شلنين فوقع في حيرة من أمره وأخذ يسائل نفسه أن لك ذلك المبلغ الكبير أن لك ذلك المبلغ الكبير وكيف وصل إلى جيبك ولم يدر أن محسنا كان يرى بكاءه ويستمع لحديثه فأخذته الشفقة عليه فأسقط ذلك المبلغ في جيبه وهو خارج من دار الشرطة لقد كان جو وفيا لصديقه بعد مماته كما كان مخلصا له في حياته ففي كل يوم يذهب إلى قبره فيكنس ما حوله ويبلل التراب بدمعه الغزير ويناجيه بألوان من الذكرى المؤثرة في عبارات عميقة ويدعو الله أن يسكنه فسيح جناته ثم ينطلق إلى عمله وهو يرتقب اليوم الذي يجتمع فيه بصديقه في تلك الدار التي لا يعرف فيها المرء ذلا ولا هوانا بعد بضعة أيام من موت ذلك الصديق قصدت سيدة تلبس السوادجو ورجته أن يدلها على المقبرة التي دفن فيها صديقه ثم قدمت له قطعة مستديرة صفراء ذات بريق أخاذ فردها إليها لأنه لم يشاء أن يأخذ أجرا على عمل يحسبه من واجب الوفاء لصديقه ولكنها أبت أن تستردها ورجته أن يستعين بها على الجوع والفقر سارجوا أمام سيدتي مجغول الفكر بتلك القطعة الصفراء التي منحها لقد حسبها أول الأمر قطعة نحاسية ولكنه وجد أنها لا تمت إلى النحاس بصلة ألا يمكن أن تكون الجنيه الذهب الذي تمتلئ بأمثاله جيوب السادة الأغنياء بلى إنه جنيه من الذهب ثم صار حتى وصل إلى المقبرة وهناك جاثت السيدة أمام القبر وأخذت تصلي وتدعو بينما كانت دموعها تتساقط غزيرة من مآقيها إنها سيدة يبدو عليها الوقار تزين أصابعها بخواتم رصعت بالأحجار النفيسة إنها تبكي ذلك الفقير الذي طواه الردى في تلك الحفرة ولما تبكيه؟ أتراها كانت تحب؟ إن صح ذلك فلماذا لم تقدم له في حياته يد المساعدة ولم تنقذه من تلك الحياة اللاغبة التي كان يحياها في خصاصة وإقلال؟ لا إن عاطفة أرقى وأنبلة من عاطفة الشفقة هي التي تسقط دموعها من يدري لعلها صديقة أو قريبة فرقت بينها وبينه عوادي الزمن وحوادث الأيام عاد جو إلى مأواه في توم أول أولونس ثم بدى له أن يتحقق صدق ما أخبرته به السيدة عن القطعة التي أعطتها إياه فذهب إلى أقرب متجر من منزله وطلب من صاحبه أن يبيعه أقة من اللحم ولما طلب منه الثمن قدم له الجنيه فنظر إلى جو في ريبة ثم قال له أقة لحم وجنيها ذهبيا؟ من أي مخلوق سرقت هذا؟ إنني أعرفك لا تملك من متاع الدنيا غير تلك الأسمال البالية التي لا تكاد تستر جسمك أجب وإلا أبلغت أمرك للشرطي إنه قريب منه عبثا حاول جو أن يفهم التاجر أن الجنيه وصل إليه من غرض شريف وأن سيدة محسنة منحته إياه ولكن هذا القول كان يزيد الرجل إيمانا بأن جو لص سارق وقد وجد الفرصة سانحة لاستغلال فقر جو وسذاجته لمصلحته فلم يدع جو يغادر متجره إلا بعد أن تنازل له عن ثمانية شلينات منه عاد جو إلى مسكنه فتعقبه للصن استطاع بمهارته وحذقه أن يسلب منه باقي الجنيه من غير أن يشعر وهكذا عاد جو فقيرا معدما كما كان قبل أن تلاقيه تلك السيدة المحسنة ما أمر الحياة حينما يجتمع الفقر وفقد الصديق لقد صارت أيام جو بؤسا لا حد له وشقاء لا نهاية له كان الشرط يطاردونه أن نذهب لقدارته ورثاثة ثيابه وكانوا يأمرونه أن لا يقف وإن كان ذلك للاستراحة من عناء العمل وكان كلما ذهب إلى شارعه ليكنسه طرده منه الشرطي المكلف حراسته ولكنه يريد أن يكنسه ليأكل إنه جائع كان يتحمل كل أذى ويصبر على كل شر حتى لا يموت جوعا وذات يوم تضايق منه الشرطي فساقه إلى دار الشرط متهما إياه بوقوفه في عرض الطريق من غير عمل وكلما أمره بالسير أظهر الطاعة حتى إذا من صرف عاد إلى الوقوف واستجداء المرة حقق السيد سناجس بي الضابط في تلك الشكوى وكان يعلم من أمر جو الشيء الكثير فلم يأخذ بكلام السرطي بل قابل قوله باحتقار وازدراء فهو يعلم منه الكذب والتدليس والوشاية ثم قال له في تهكم مر لا تخف من جو فإنه لن يلحق بك أذن إنه رجل مسالم لا ضرر منه على أحد كائنا من كان ثم أمره بأن يمضي إلى عمله وقال لجو انتظرني في الخارج لأنني في حاجة إليك فصدع بالأمر ولما صار خارج حجرة الضابط قال السرطي لجو أيها الشرير حذار أن تأتي إلى حي هولبورن ثانية إذن لو رأيتك فيه إذن لأصابك مني ما لا قبل لك باحتماله ثم صار قليلا والتفت إليه وقال لك مطلق الحرية في أن تذكر للضابط ذلك الوعيد الذي تواعدتك به ولكن تذكر ما سيصيبك إن أنت أقدمت على هذا كان الضابط قد دعا أصدقائه لتناول الشاي عنده في مساء ذلك اليوم فخطر بباله وهو يحقق مسألة جو أن يأخذه معه عند عودته إلى المنزل ليقدم له ما يزيد عن حاجة ضيوفه من فطائر وحلوة وقد أنفذ ذلك الخاطر ولأول مرة أكل جو حتى امتلأت معدته من أطياب الأطعمة التي كان يراها ولا يعرف إن كانت تؤكل أم توضع للزينة لقد أحسجوا فوارق المجتمع المرة القاسية في ذلك اليوم فهذا موظف صغير يقدم لأصدقائه الأربع فطائر وحلوة بما يكفي لإطعامه أربعة أشهر يا بؤس الرجل الفقير حينما يدرك أنه لا يجد الخبز الذي يدفع به المزغبة عن نفسه بينما يدرك أن سواه تتزاحم أطياب الأطعمة على مائدته فيدخم من غير أن يتناول شيئا لأنه لا يدري ماذا يأكل وماذا يبقي أظلمت الدنيا في عيني جو وداقت سبل الارتزاق في وجهه وصار ينتقل بين أحياء لندن فزعا مهموما يبحث عن عمل ولكنه لا يدري ماذا يعمل فهو لم يتعلم صناعة تدر عليه أخلافا من الرزق ولم يوهب تفكيرا سليما يكفل له الوصول إلى ما يريد لقد بات طريدا مشردا تلح عليه بطنه بالعمل ويأمره الشرة بالسير وينصح له كل من يستجديه بالعمل وأخيرا تنوء قدماه بحمله فيسقط على الأرض من جوع ومن إعياء بالقرب من الكوخ القذر الذي يقضي فيه ليلة فيراه بعض الصبيط من أبناء ذلك الحي فيجتمعون حوله ويبصرونه وهو مصفر الوجه متصلب الأطراف عديم الحركة فيفزعون منه ويهربون إلى آبائهم وأمهاتهم ليخبروهم بما لحق جو فيتساءل بعضهم ويتضاحك الآخرون بيد أن شابا أخذته الشفقة على جو حينما سمع بما حدث له فانطلق إليه وجس نبضه فأدرك أنه ما زال حيا فاحتمله بين يديه وانطلق به إلى كوخه ثم مضى إلى منزله وعاد إليه بقدح من الشاي الممزوج بقليل من اللبن ثم أخذ يسقيه ذلك الشراب الدافئ وبعد أن استعاد جو بعض قوته انصرف الشاب من غير أن ينتظر كلمة يشكره بها جو على ما قدم من فضل لأنه يدرك أن هذا من أهم واجباته عاد الأمل في الحياة إلى جو بعد أن وجد إلى جواره ما يساوي ثلاثة دراهم تركها ذلك الشاب عمدا عند انصرافه ولكن هل تنفع الدراهم الثلاثة رجلا لا عمل له وليس له مورد رزق يدر عليه ما لا يعيش من ورائه لقد انحضر في اليوم الثاني الدرهم الثالث إلى جيب بائع الخبز وطفق جو يعد في الشوارع هائما على وجهه يمتد بصره الحائر إلى الطريق كأنما يبحث عن شيء فقد منه وعهد الجميع به أنه لا يملك شيئا تمتد إليه يد سارق فيتعقبه ويبحث عنه فويل للفقير حين يقص به الإنسان إن جو في الحق يبحث عن عقله الذي ضيعه الفقر وألم الجوع واجتماع الهموم وسوء الحظ عرف جو من قبل عجوزا فقيرا فكان يقوم لها بقضاء ما تحتاج إليه نظير أجر تافه هو بعض لقيمات مما تعافه نفسها وكان يدرك أن تلك المرأة أحسن منه حالا فإن هناك سيدة محسنة تزورها الفينة بعد الفينة وتترك لها بعض المال لتستعين به على الحياة وبينما كان سائرا في طريقه يعد إذ أبصر تلك العجوزة تسير على ثلاث محدودبة الظار فما إن رأته على حاله هذه حتى ندته فأقبل عليها وقال إنني جائع فألقت إليه لقمة فالتهمها ثم سقط على الأرض وهو يرتعد من شدة البرد وبينما كانت العجوز تفكر فيما تفعل لذلك التائه المسكين جاءت السيدة المحسنة لزيارتها وأبصرت جو على حاله هذه فأمرت خادمها باستدعاء الحوذي وكلفته أن يحمله إلى مركبتها وينطلق إلى المنزل بعد أن يعرج على طبيبها الخاص ليسعف المسكين بالعلاج فأسعفه الطبيب ثم أخذ إلى قصر تلك السيدة الكريمة فاتح جوع عينيه فألف نفسه ينام في فراش وثير في حجرة مضاءة وإلى جواره وعاء مملوء بالحساء فحاسب نفسه في حلم فجس أعضاءه حتى اقتنع بأنه في حقيقة لا في خيال ولا حلم فتجرع الحساء عن آخره ثم أدرك أنه لن يستطيع البقاء في ذلك الجو الذي لم يخلق لمثله فغادر الفراش وانطلق يعد إلى الشارع ولم يدر ما حل به غير أنه وجد نفسه بعد أيام في إحدى المصحات يعالج من حمى شديدة أصابته في الأمعاء وكادت تقضي عليه وقبل أن يتم برؤه لفظه المستشفى فاحتضنته الشوارع يذرعها كما كان يفعل من قبل وأبصر به طبيب سائر في الطريق وأدرك أنه مريض فأقبل عليه وجس نبضه ثم مد إليه يده ليتوكأ عليها وطلب منه أن يتبعه إلى داره وهناك أمر خادمه أن يهيئ الحمام لذلك المسكين ليغتسل ويعد له ثيابا نظيفا ففعل وبات جو ليلته هادئا مستريحا وبعد أيام كان الطبيب جالسا بالقرب من سرير جوه فقام هذا من فراشه وهو في شدة المرض وحاول مغادرة الفراش فقال له الطبيب ابق في مكانك ماذا تريد؟ فقال جوه إنني أريد الذهاب إلى المقبرة إنني أريد اللحاق بصديقي الذي جمعتني به أواصر المحبة والوفاء إنني أتوقل رؤيته وأريد أن أنام بجواره لقد مضى على فراقنا أمد طويل وكان من الواجب أن لا نفترق لقد استراح وخلفني لأشقى إنني أعيش هنا وحيدا وهو يعيش هناك وحيدا فيجب أن نجتمع ليستأنس كل منا بصاحبه فقال الطبيب لجوه نم وستكون إلى جواره في الوقت الملائم فقال له أتعدني بدفني معه فقال الطبيب لك علي هذا فقال جوه سيدي هناك بقعة طاهرة من الأرض اعتدت أن أنظفها وأنظر رياحين فوق أرضها وأروي جدثيها بدموعي آه إن الدنيا مظلمة في عيني أين النور؟ أين هو؟ قال الطبيب إن النور آت سريعا ثم ساد الصمت وخيمت على المكان الرهبة والسكون ثم قال الطبيب لجوه جوه جوه كيف أنت أيها المسكين؟ فقال جوه إنني هنا أسمعك الطبيب أتستطيع أن تردد ما أقول؟ جوه نعم نعم إنني وسط الظلام الدامس أحس عطفك وأدرك رعايتك الطبيب قل الله جوه نعم نعم الله القادر على كل شيء يا سيدي الطبيب الله مالك السماوات والأرض جوه الله مالك السماوات والأرض أين النور يا سيدي؟ الطبيب النور قريب جدا والبقاء لله أمسك الطبيب عن الكلام وصمت جوه إلى الأبد لقد أسبغ عليه النور نعيمة لقد انتقل من عالم الشرور والآثام لقد ودع تلك الحياة الفانية وهو يفكر في رحمة ربه التي واسعت كل شيء وفي ذلك الصديق المخلص الذي سيلقاه عما قريب وفي هذا الطبيب الذي لم يشاء أن يتركه ليودع العالم وهو حاقد ناقم على جميع بنيه اشتركوا في القناة